لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد ومن المعينات أيضا التي تعيننا على التهجد وترغبنا فيه وتحببه إلى قلوبنا ما جاء في قول الله تعالى أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أم من هو قانت قرأها الحسن وأبو عمر وعاصم والكسائي بالتشديد أم من وقرأ نافع وابن كثير ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة أم من هو بالتخفيف على معنى النداء يعني يا من هو قانت وأما التشديد في قوله تعالى أم من هو فبمعنى الاستفهام يعني أم من هو قانت آناء الليل أفضل أم من جعل لله أندادة أي في الآيات السابقة قل تمتع بكفرك قليل إنك من أصحاب النار والتقدير الذي هو قانت خير وأيضا ورد في معناها العصون المتقدم ذكرهم أخير أم من هو قانت هذا نفس المعنى الذي ذكرناه في بيان توجيه قراءة التشديد وأما قراءة التخفيف أم من هو قانت يعني يا من هو قانت وتفسير المقصود بهذا القانت وردت فيه أقوال وهي ليست متناقضة ولا متعارضة فقيل في تفسيره أنه المطيع أم من هو قانت أي مطيع كما قال ابن مسعود وابن عباس والسدي وغيرهم والتفسير الثاني أنه الخاشع في صلاته كما قال ابن شهاب والثالث أنه القائم في صلاته كما قال يحيى بن سلام والرابع أنه الداعي لربه والخامس أن المقصود طول القيام طول القيام وقيل أيضا في تفسير المقصود بذلك وتحديده وتعيينه أن المقصود به هو عثمان بن عفهان رضي الله عنه كان يكثر من الصلاة والليل قال ابن عمر هو عثمان رضي الله عنه وقال مقاتل هو عمار بن ياسر هو عمار بن ياسر وقال ابن عباس هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقيل غير ذلك والآية تشمل هذا كله قال ابن عباس رضي الله عنهما وانتبه لهذه العبارة من أحب أن يهون الله عليه طول القيام طول الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة من أحب أن يهون الله عليه طول الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة أي يحذر عقاب الآخرة أو عذاب الآخرة ويرجو رحمة ربه يرجو أن يرحمه الله فيدخله الجنة ثم بما ختمت الآية قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي كما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كذلك لا يستوي المطيع والعاصي فالذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون به وأما من لم ينتفع بعلمه ولم يعمل به فهو بمنزلة من لا يعلم قال القاسمي رحمه الله في الآية إشعار بأن الذين يعلمون هم العاملون بعلمهم إذ عبر عنهم أولا بالقانت ثم نفى المساواه بينه وبين غيره ليكون تأكيدا له وتصريحا بأن غير العالم كأنه ليس بعالم غير العالم غير العامل كأنه ليس بعالم لأن العلم في الحقيقي الذي ينتفع به صاحبه هو الذي يتحول إلى عمل الذي يحوله ويترجمه إلى عمل قال القاشاني رحمه الله وإنما كان المطيع هو العالم لأن العلم هو الذي رسخ في القلب وتأصل بعروقه في النفس بحيث لا يمكن صاحبه من مخالفته بل سيط باللحم والدم فظهر أثره على الأعضاء لا ينفك شيء منها عن مقتضاء تأمل في قوله سيط باللحم والدم اختلط هذا هو العلم النافع فظهر أثره على الأعضاء لا ينفك شيء منها عن مقتضاء وأما المرتسم في حيز التخيل بحيث يمكن ذهول النفس عنه وعن مقتضاء فليس بعلم يعني ليس بعلم النافع إنما هو أمر تصوري وتخيل عارض لا يلبث أن يزول سريعا لا يغذو القلب ولا يسمن ولا يغني من جوع ولا حول ولا قوة إلا بالله فإذا تأملنا وتفكرنا في هذه الآية وكيف فيها من الثناء على القائم بالليل فإن ذلك يدفعنا لأن نكون من هؤلاء فكم من الآيات قرأناها وسمعناها عن فضل القيام والتهجد وكم من الأحاديث أيضا مرت بنا فهذا كله يجعلنا نحول هذا العلم إلى عمل لنكون ممن أثنى الله عز وجل عليهم في هذه الآية ومن المعينات كذلك ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم قال وكنت غلاما شابا عزبا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان كقرني البئر يعني البناء الذي يكون أعلى البئر ولها قرنان يعني يعلق عليهما الدلو ويدلى منهما عن طريقهما يعني وإذا فيها أي في النار ناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار قال فلقيهما ملك يعني لقي الملكين فقال لي لم ترع يعني لم تخف قال فقصصتها على حفصة يعني كأنه استحى أن يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رأيت أني أخذ بي إلى النار وهو كان يريد رؤية فيها شيء من التشريف والتكريم ونحو ذلك والله أعلم قال فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل رواه البخاري ومسلم واللفظ له نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل اسمع لأثر الرؤية على عبد الله قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا ما قال كان عبد الله بعد ذلك يصلي من الليل قليلا وإنما قال كان لا ينام من الليل إلا قليلا إذن كان يكثر القيام ويكثر الصلاة بالليل قال القرطبي إنما فسر الشارع من رؤية عبد الله ما هو ممدوح لأنه عرض على النار ثم عوفي منها وقيل له لا روع عليك وذلك لصلاحه غير أنه لم يكن يقوم من الليل فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتقى به النار أو مما يتقي هو به النار والدنو منها فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك هل يعي إنسان هذا المعنى ثم هو يتساهل في القيام ولو بركعتين علم أو تنبيه على أن قيام الليل مما يتقي به النار والدنو منها فلذلك لم يترك قيام الليل قال الحافظ قوله نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فإذا جميل جدا والله نسعد حينما ننتبه لها ونفهمها قال مقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرجل من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرجل إذن الذي ترك قيام الليل وإن لم يأثم لأنه ليس بواجب كما عليه قول العلماء كافة أو الإجماع وشذ من قال بوجوبه لكن فاته حظ من الصلاح فإنه دأب الصالحين قبلكم فاته حظ من الصلاح وفاته أن يوصف بكونه نعم الرجل وفي هذا الحديث كما قال الحافظ أن قيام الليل يدفع العذاب قيام الليل يدفع العذاب قال رسول الله صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل وهذا عند البخاري ومسلم وغيرهما تخيل معي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يكثر الصلاة من الليل فأين الإكثار من الصلاة في الليل وإن لم يكن ذلك في رمضان فأين يكون ومتى يكون الله المستعى يختم بذكر بعض المواقف عن أسلافنا في حبهم للتهجد وحرصهم عليه ما جاء في ترجمة الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحم الله الجميع كان لا يضيع شيئا من زمانه بلا فائدة فإنه كان يصلي الفجر ويلقن القرآن وربما أقرأ شيئا من الحديث تلقينا يعني بغير كتاب ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ثلاثمائة ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل الظهر علقت على رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهى أربعا ويزيد ما شاء الله القنوة يعني القراءة فالأقرب للهدي تقليل الركعات وتطويل القراءة وليس الصلاة السريعة بهذه الصورة وذكر النووي في شرح مسلم في صلاة الضحى أيضا أنها ثماني ركعات ولكن هذا كان يفعله هذا الإمام رحمه الله ولا حجة في قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من إجماع الراشدين ونحو ذلك وينام نومة ثم يصلي الظهر ويشتغل إما بالتسميع أو بالنسخ إلى المغرب فإن كان صائما أفطر إلا صلى من المغرب إلى العشاء وهذا وارد في السنة في حديث حزيفة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد المغرب فصلى حتى العشاء أو إلى العشاء يعني يصلي ركعتين ركعتين قال ويصلي العشاء وينم إلى نصف الليل أو بعده ثم قام كأن إنسانا يوقظه فيصلي لحظة ثم يتوضأ ويصلي إلى قرب الفجر وربما توضأ سبع مرات أو ثمانيا في الليل ويقول ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضاء رطبة ثم ينام نومة يسير إلى الفجر فهذا دأبه قال محمود ابن سلامة التاجر الحراني كان الحافظ عبد الغني نازلا عندي بأصبهان فما كان ينام من الليل إلا قليلا بل يصلي ويقرأ ويبكي هذا حال أهل العلم الذين تأثروا بالوحي وأثروا في الناس وتعلموا وعلموا صلحوا وكانوا سببا في إصلاح غيرهم تأمل في أثر الصلاح في الإصلاح في الموقف التالي للإمام المقدسي رحمه الله يقول أضافني رجل بأصبهان فلما تعشينا كان عنده رجل أكل معنا فلما قمنا إلى الصلاة لم يصلي فقلت ما له طبعا أمشي صلى ليه قالوا هذا رجل شمسي يعني كافر ممن يعبد الشمس فضاق صدري وقلت للرجل ما أضفتني إلا مع كافر يعني حصلت كمان تضيفني مع واحد كافر فقال وراحة قال ثم قمت بالليل أصلي وذاك يستمع يعني قعد يصلي قيام الليل والكافر ده بيسمع فلما سمع القرآن تزفر الله أكبر قال موفق الدين بن قدامة عن الحافظ عبد الغني كان الحافظ جامعا للعلم والعمل كان رفيقي في الصبا وفي طلب العلم وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة وعداوتهم رحمه الله وجمعنا بهم في جنته وقال محمد بن إسحاق قدم علينا عبد الرحمن ابن الأسود رحمه الله ومعتل الرجل يعني عنده علة في رجله طيب نامي ريح الليلة دي مثلا أو تلك الليالي قال فقام يصلي من الليل حتى أصبح شاغرا رجلة قائما على رجل كما في الزهد للإمام أحمد والأمر لم يقتصر على الرجال بل للنساء نصيب عن عروى بن الزبير رحمه الله قال أتيت عائشة رضي الله عنها يوما لأسلم عليها فوجدتها تصلي وتقرأ قوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ترددها وتبكي قال فانتظرتها فلما مللت من الانتظار ذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت إلى عائشة فإذا هي على حالتها الأولى تردد هذه الآية في صلاتها وتبكي رضي الله عن أمنا وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل عليه السلام راجع حفصة فإنها صوامة قوامة ما أحرى النساء بالتحلي بهذين الوصفين أن تكون صوامة كثيرة الصيام قوامة كثيرة القيام فتستحق هذه المدافعة من الوحي من جبريل عليه السلام بإذن ربه وما ذكر بهذه الأوصاف لدى المرأة المسلمة حتى تكون يكون لها قدر ومنزل ومكان عند الله سبحانه ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة المسجد فيرى حبلا ممدودا بين ساريتين فيسأل ما هذا الحبل قالوا لزينب أي بنت جحش رضي الله عنه فإذا فترت يعني في صلاتها تعلقت به انظر للهمة حتى بعد أن يصيبها الفتور والتعب تريد أن تواصل فقال لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطة فإذا فتر فليقعد وفرواه فليرقد إذن يصلي ما دام نشيطا فإذا غلبه النعاس أو النوم فعليه أن يرقد يأخذ حظا من الراحة وليس أن يبدأ بالنوم ويترك الصلاة وتكون حياته كسلا في كسل وأختم بما ورد في ذكر وترجمة الأمة الصالحة هنيدة رحمها الله كانت إذا مضى ثلث الليل أو نصفه أيقظت زوجها وأولادها هذا على سبيل التشجيع والتحفيز ومواليها لقيام الليل تقول لهم قوموا فتوضأوا وصلوا فستغبطون بكلام هذا فكان هذا دأبها حتى ماتت فلما ماتت رأى زوجها في المنام قائلا يقول له إن كنت تحب أن تتزوجها هناك أي في الجنة فخلفها في أهلها بمثل فعلها فكان زوجها يفعل مثل ما كانت تفعل في الليل وظل على هذا حتى وفاه الأجل ومات فرأى الابن الأكبر قائلا يقول له في المنام إن كنت تحب أن تلحق بدرجة أبويك في الجنة فاخلفهما في أهلهما بمثل عملهما فكان الابن الأكبر يصنع كصنيع أمه وأبيه بالليل يعنى ولم يزل كذلك حتى مات فكان الناس يسمون أهل تلك الدار القوامين كما ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة وأما امرأة أبي عمران الجوني فكانت تقوم تصلي من الليل حتى أنها تعصب ساقيها بالخرق من طول القيام فكان زوجها يقول لها دون هذا يا هذه يعني خففي على نفسك فكانت تقول هذا عند طول القيام في الموقف قليل هذا أي التهجد والاكتهاد فيه إذا ما قورن بطول القيام في الموقف يعني يوم القيام قليل فيسكت عنها نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يلحقنا بهم على خير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وكما من المشركين أفضلح ورحمة الله